تجمع الطبق السياسي الحاكمة في لبنان أن لا حلول للأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية دون حكومة فاعلة وأن لا تعاطي معهم من قبل الدول العربية والخليجية والأوروبية والدولية دون حكومة مستقلين أخصائيين الجميع أصبح يدرك هذه المعادلة والبلد في قعر الهاوية ويتجه بسرعة قياسية نحو انحلال وتفكك ودمار كل المؤسسات فماذا ينتظرون؟ ينتظرون الحصص ينتظرون الحقيبة الخدماتية قبل السيادية ومن بعدها الأساسية ينتظرون الأسلاسة المعطلة ينتظرون معرفة من يحكم البلاد بعد انتهاء العهد من خلال حكومة المحاصصة العتيدة ينتظرون انعكاس المتغيرات الإقليمية على موازين الكوى والمعادلات الداخلية اللبنانية ماذا تنتظرون أيها الحكام لتحكموا أي بلد أي دولة أي لبنان الذي أصبح شبه وطن يهاجر أبنائه كل يوم كل هذه الملفات والإشكاليات السياسية نطرحها اليوم مع منصق التجمع من أجل السيادة الأستاذ نوفال أهلا وسهلا فيك يعني ضيف عزيز وصديق بصوت لبنان خلي خليك أستاذ نوفال يعني من العنوان منصق التجمع من أجل السيادة بننفوض ضغربي هذا الموضوع موضوع السيادي بلبنان وبعرف أنه هذا الموضوع هو يعني الأحب إلى قلبك ويمكن أنت كل المواضيع التانية الاقتصادية والمعاشية والسياسية الدرجة تانية ما يعني بتعطيها أهمية قد ما بتعطيها أهمية لموضوع السيادة الانتخابات السورية التي حصلت في الداخل اللبناني والعراضات اللي حصلت أين السيادة منها أولا اللي بده يفكر السيادي ما بيفكر بالتفصيل الغير فقط نحن موضوع التجمع من أجل السيادة يوم اللي أنشأناه وأطلقناه كان بالتزامن مع صفقة التسوي اللي انعملت وأوصلت العماد ميشيل عون إلى رئاس الجمهورية يوم ما قلنا أنه مشكلة لبنان ليست في وجود رئيس جمهورية أو عدم وجود رئيس جمهورية فقط في وجود حكومي أو عدم وجود حكومي وليست في عملية اتفاق قادة المنظومة السياسية على توزيع الحصص بيناتهم وإنما هي مشكلة سيادية لها علاقة بموقع السيادي بمشاريع هؤلاء الناس اللي موجودين وبالتالي أنا آخر همي مين ما إجا رئيس جمهورية سمي حاله أوي ولا سمي حاله ضعيف مين ما إجا رئيس حكومي شو ما سمي حاله ممثل طايفته ولا الأوي بطايفته مين ما إجا رئيس مجلس نواب أنا بالنسبة لألي أي سلطة في البلد ما بتكون سقفة أساسية وهي موضوع السيادي كل الباقي ما عاد إلو عازي بالحقيقة كتير ناس بوقت من الأوقات اعتبروا أنه في أمور أولويات أسرع وأكتر وإلى ما هنالك تطول خمس سنين بكل أسف أظهر أنه هالنظرية صحيحة أنه حتى اليوم الأزمة الاقتصادية اللي عايشينا ولو ما نقالت بشكل مباشر سبب قلة السيادي مش قلة السيادي سبب غياب السيادي وغياب وغياب وسبب الأساسي أيضا بالإضافة إلى التفاصيل الصغيرة اللي موجودة بالداخل اللبناني هي صغيرة بمفهوم ترتيبة بالمسؤولية مش بحجم الارتكاب اللي صار ولكن عمليا اليوم أي دولة فاقدة السيادي بطبيعة الحار رح تلاقي فيها منظومة فساد أي دولة فاقدة السيادي رح تلاقي فيها منظومة سياسية ملحقة وتابعة للجهة يلي هي بتحتل الدولة أو يلي هي بتصادر قراراتها وفي غياب المسائلة والمحاسبة في غياب حياة ديمقراطية طبيعية من الطبيعي الفساد ياخد مداها من الطبيعي السرقة ياخد مداها من الطبيعي الممارسات السياسية تخرج عن الديمقراطية وبالتالي نوصل للمرحلة اللي وصلنا لها اليوم مجموعة يعني بتصير الطبقة السياسية مجموعة مهربجية بتصير مجموعة عصبات شغلتها كيف تاخد المال العام وكيف تستفيد وكيف تجوع الناس هي أهم شغلة كيف تجوع الناس لحتى الناس تبطل تقول أنا بدي حريتي وديمقراطية تصير كل هم الناس كيف بدي أكل واشرب وناب لهالسبب اليوم إذا منرجع ونطرح الموضوع من زاوية أنه كيف انتخبوا السوريين وكيف ما انتخبوا السوريين لو في قانون ولو في دولة لبنانية بتحترم حالة اليوم كمان ليش تخلك مبارح الأحد من يومين كان في انتخاب للفرنسيين بلبنان لا ما حدا طرح الموضوع لا ما حدا عرف لا ما حدا عرف لا ما حدا ظهرت بالكونفويات سبعين ألف فرنساوي موجودين بلبنان راحوا انتخبوا يوم أحد الماضي ليش قطعت القصة هيك يعني بكل بساطة اللي عم بتنظم الانتخابات السفارة الفرنسية هي دولة حضرية يعني بتنظم انتخابات لراعيها بلبنان بدون خرق السيادي اللبنانية بدون عملية تحدي الشعب اللبناني بدون ما يرجعوا يجوا والله ويرفعوا أعلام الانتداب الفرنسي بلبنان والفرنسوي الماشيين عالطريق لك رادين الانتداب وبكرة منقلكم بالآخر يا راد صور شارل دو جول بقى عكل حال يعني هي صور شارل دو جول بلبنان اليوم أكيد أكيد مفروض تكون لا مش مفروض تكون أكيد بتستفز المنظومة الحاكمة لأنه كلهم بتان كلهم بتان لأنه كلهم بتان طبيعي يعني سلطة خائنة للوطن سلطة بالآخر عم نوصف إدائه سلطة هي نتيجة الاحتلال هلأ بعض بيقول خائن البعض بيخبرنا هلأ ما هني هوضي هلأ هلأ درسنيها أنه حكومة جنرال بتان هكومة جنرال بتان هي حكومة أنشأة أو كانت كانت نتيجة الاحتلال النازي وهيدي الحكومة تعاونت معها هلأ طبعا بعدين بيقول لك أمر واقع ومش أمر واقع وهوني بسموها شو عقلانية سياسية وبيقرتوا كذب علينا سوري بيفنصوا علينا من سنة الالفان وخمسة لليوم ديمقراطية توافقية غير ديمقراطية توافقية إنه شو هذا الاستقرار هادي مستلزمات ضمان الاستقرار الأمن والسياسي والعسكري إنه من سنة الالفان وخمسة أو الالفان وثماني لليوم تحت شعار ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمن بالبلد راحوا عملوا الصفاءات مع حزب الله تخلوا عن السيادي لإيران عملوا محاصصات بين بعضهم فقروا الدولة وفقروا الناس اليوم إذا بتجي بتقول له خيي والاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي حفلة مش إنه عدم استقرار انهيار استاذ نوفر راح نفوت بتفاصيل كل هالمواضيع ولكن في نقطة أساسية وحبت أنا أطرحها معك انطلاقا من موضوع السيادي هل مفهوم السيادي بلبنان هو نسبة وهو وجهة نظر بين اللبنانيين بالآخر لحد اليوم بالآخر برجع بقولك إنه مفهوم السيادي بكل أسف تقريبا غايب تقريبا عن كل اللبنانيين لحقلك لاش لحقلك لاش لحقلك لاش إنه المشكلة إنه مش كله نغايب عنهم عن عن قرار مسبق وعن أوقات بحكم الأمر الواقع إنه اليوم بنتمع بللك وصلنا لمرحلة إذا بتشوف في ناس ما بتحكي بالسيادي مش لأنه هي الناس منا سيادي ما بتحكي بالسيادي هادي الناس معطرة على الطريق لأنه بدا تاكل ووان بيوصلك يعني أنا من الناس اللي كانوا يقولوا ما بدنا نحكي بالنظام السياسي بالبلد بظل وجود السلاح والاحتلال اليوم زدت علي لا يجوز الكلام في النظام السياسي في ظل السلاح والاحتلال وفي ظل الجوع لأنه اتنين اتنين بيخلوا الناس ما تكون شريك كامل باتخاذ القرار ما تكون عمليا ساعة الناس شو عم تقولك البدك يا بس تعميني البدك يا بس تعميني وهذه الشغلة الخطيرة يلي وصلون عليها اليوم وهذه الشغلة الخطيرة يلي إذا ملقنا لعلاج بطريقة نقدر نخلق اقتصاد مقاوم مثل ما عم نخلق سياسي مقاومة لمنطق الاحتلال ولمنطق استعادة السيادي أنا باعتقد أنه مستقبلنا ما رح يكون كتير هين السيد زوفل يعني اليوم اتعرف نحنا طواقف ونحنا مجموعات سياسية ونحنا أحزاب ومر يعني عدة حقبات وعدة حروب على لبنان وعدة حروب في المنطقة نعكست على لبنان إن كان من أيام يعني السلطان العثمانية إلى الانتداب إلى مثلا الحرب العالمية التانية ومن ثم وضع الناصري في لبنان ومن ثم موضوع عرفات وفلسطيني عرفات وكذا وكذا كانت هون مواضيع السيادة يعني كانوا المسيحيين عندهم نظرة للسيادة المسلمين عندهم نظرة تانية للسيادة كيف تكون عندهم نظرة سيادية عربية شاملة المسيحيين عندهم نظرة سيادية للبنان الكبير أو يمكن للبنان الصغير بوقت معين هل لا تزال يعني التناقض بموضوع السيادة والسيادة على أنواعها باللبنان بعد موجودة ومتى يصبح الشعب اللبناني يعني مع بعضه متأقلم متجانس بملف سيادة واحد لللبنان كل اللي عديت اللي إياهن اليوم ما عادوا موجودين لا السلطة العثمانية موجودة ولا حزب البعث موجود بمفهوم الحكم ولا عبد الناصر موجود ولا سياسة منظمة التحرير الفلسطينية اللي منعرفها موجودة ولا الأسد موجودة بكل أسف بكل أسف أنه هو كله نزلوا وبعده التفكير اللبناني وقف هونيك عندهم الخطورة باللعب يوان أنه بعد نعم نعالج أزمات صار الخطر علينا غير هذه الأزمات صحيح صار الخطر علينا غير هذه الأزمات وهون بدهم فوت بكتير تفاصيل بده وقت لو واحد يقدر يحكي فيها أنه اليوم الخطر الذي يتهدد لبنان من الخارج إذا كان خطر الناصرية بمرحلة من المراحل أو الوحدة العربية أو التتريك بمرحلة من المراحل أو الانتداب اليوم في عامل التطرف الإسلامي بشقاه السني والشيعي يلي عم بيجرب ياخد محل الاتحاد السوفيتي من بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كأيديولوجيا بالمنطقة هو اللي عم بيجرب يتنازع هذه المنطقة هذا الشيء اللي عم بيصير عندنا بلبنان هذا الشيء اللي عم بيصير بسوريا هذا الشيء اللي عم بيصير بالعراق هذا الشيء اللي عم بيصير باليمن وإلى ما هنالك لهالسبب أنا باعتقاد اليوم أنه اللي مطروح أمام اللبنانيين هو للخروج من مشاكلهم الداخلية مش مش مواجهة جريئة لموضوع الناصرية مواجهة جريئة لهذا الطرح المطروح اليوم هل هل لبنان يريد أن يكون جزءاً من هذه المنظومة العالمية يعني وقت اللي كنا نقول لبنان جسر بين الشرق والغرب مش هيك؟ طيب اليوم في تعبير بيوصلنا على هذه الفكرة اسمه العالمة صحيح اليوم أنه بالآخر ما عاد فيه لزوم تكون جسر اليوم صار في عالمة يا بتكون شق في ميناء يا بتكون لا اللي ما تروح علينا بلبنان شو هو اليوم؟ بوقت اللي بيجي حزب الله بيقلك روح شرقاً على الصين انت انسيت أن الصين جزء من العالمة؟ أن الصين بشو بتقبط؟ الصين بتقبط بالدولار وبتبيع بالدولار وبتتاجر مع العالم كلها سوا وبتبعت بضاعتها على أماركا وبتبعت بضاعتها على الشرق وعم بتنفس أماركا بقلب أماركا وأماركا عم بتنفسها بقلب الصين يعني كمان في شركات أمريكية رايحة عم بتصنع بالصين صارت كمان وانت جاي بعدك بتخبرني انه بدك تروح تواجه أماركا وتسقط أماركا وتنزل أماركا وما بعرف شو ما بدي يفوت بهالنقاش اللي إله علاقة عكل حال ما عاد نقاش أيديولوجي هدا يعني صار صار انه بالآخر اليوم الايديولوجيا سقطت في تكنولوجيا اليوم ما عاد صراع ايديولوجيا صار صراع تكنولوجيا بهاد السنة ونص كورونا ولك في شيء ابن مخلوق بالعالم مستعمل زوم للمدرسة للشغل للسياسة انه اليوم بعدك بتقول لي بتروح شرقا ولا بتروح غربا بدي روح وين مكان بدي روح وين مكان انا ما في اليوم انا لبناني لبناني موجود موجود باستراليا وبالبرازيل وبأمريكا وبأفريقيا وبالدول العربية وبأوروبا وباللي بدك ايه انا فكري السياسي بدي يكون على هلقياس ما بقى فيه يكون فكر متقوقع لا بالهلال الخصيب ولا ببعث واحدة حرية اشتراكية ام عربية واحدة ذات رسالة خالدة وكل كلمة منهم اذا بتخدهم الوحدة وينية وحرية ما بعرف وين واشتراكية مدري كيف وامة ما بعرف عن شو عم بيحكوا وعربية واحدة واحدة قال ذات رسالة خالدة ما فيه الا ذات بتركب والباقي كله سوا ما فيه شي بيركب بهيد الجملة على شيء وبعد فيه ناس بتجي تقولك اليوم اخي فيه اذا هذا الوعي واذا هذا هذه المقاربات ما اجت على حياتنا اليومية هلأ بتقلي اخدتني لك لوان حي ما بدي اخلك لمطرح بس انه نحن اليوم ما عم نقدر ناكل ونشرب وننام صحيح لانه عنا فاسدين بس كمان لانه نحن صرنا برات النظام العالمي لا الاوروبيين ابضنا ولا الامريكان ابضنا ولا الروس ابضنا ولا العرب ابضنا كيف بنا نعيش بدنا نعيش بالمئة دولار طبع جبران بسيل يلي بدو يعطينا اياها بالبطاقة التمويلية نحن مش لبنان هيدا مع احترامنا لكل شعوب العالم نحن مش هيك نحن مش هيك ونحن هيدا اللي بدون يعملوه هلا انا شخصيا ضده مش لانه ما بدنا الناس تاكل بس نحن اللي بدنا ايه نحن بدنا نبني اقتصاد لشعب مرتاح مش اقتصاد شعب جوعان ما بدنا نعمل اقتصاد ليه عاشي راح نفوت بكلها المواضيع المعيشية ولكن على هامش السيادي وسؤال اخير بهذا المحور طبعا لو كون موضوع السيادي انا بحب نقشه معك من ينتهك سيادة لبنان اليوم النازح السوري الاسرائيلي في مزارع شبعة سلاح حزب الله وانتمائه الى ايران كله 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 وانا برأيي من ينتهك السيادي بالدرجة الولى هاي المنظومة الحاكمة عبر هي 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 بمجرد سكوتها عنها بمجرد عدم عكل حال ما هي نتيجة هون بدنا نشوف تجاجة قبل البيضة ولا البيضة قبل تجاجة يا هني عم بيغطوا انتهاك السيادي او غياب السيادي جابتون كل واحد بخبرة خبرية بس النتيجة بالاخر انه سيادي وهيك ناس ما بتركب سيادي وهيك ناس ما بتركب اليوم موضوع النازح السوري اخي في تدابير لو في دولة بتحترم حالة اليوم في تدابير تمنع النازح السوري انه ينتهك السيادي تمنعه اخي انا رحت فيه مخيم الزعتري بالاردن على الحدود هاو دي الناس بتوصل على المخيم فيه براج فيه حاجز ممنوع تفوت عليه وممنوع تطلع منه بقلبه المدرسة والمستوصف والمستشفى والسوبر ماركت ومحلات التياب واللي بدك هاو دي الناس عايشين بكرامتهم بس ممنوع تفوت تعيش بين الناس اللي موجودين بالاردن ممنوع تكون جزء من الحياة الاجتماعية والسياسية بالاردن مش لانه هاي دولة مغلقة لانه هاك الدول بتحافظ على سيارتها وبتحافظ على استقرارها وبتحافظ على امنا على امنا انه اليوم نحنا اوكي موجودين خيه كل هيدا اني احسر له من سنة 2011 اليوم عشر سنين خيه ملتقى مين يجي يقول هذا هو المخيم منسكر عليه بكل كرامة مش لانه بدنا نحجزهم ولا لانه بدنا نحبسهم ولا لانه بدنا نشيه ومنأملهم كل مقومات الحياة بس خيه انتوا ما فيكون تشتروا من البضاعة اللي دعمها البنك المركزي ما فيكون تشتروا من هذه البضاعة لانها للبناني وهيدي ضرائب اللبناني وهي ضرائب اللبناني بس انه انت لو تصرفنا هاك كنا بنحط المجتمع الدولي امام مسؤوليته بس هاك بالطريقة اللي فالتي واللي الدولة اللبنانية عم تتصرف فيها واللي مصديقك الوزير بيصير طلب بصديقين يعني كل حدا مرأ بيوم من الايام كان عندي صديق وبعد شوية اختلفنا ونرجع ونرتفق إلا تركيبة بس ما طالب هو أنه يكون في مخيمات ومخيمات مضبوطة ومحصورة بالأول وعمل عليها معركة ما بينفع المعركة لماذا معركة؟ 2011 مين كان وزير أنا وأنت؟ في 2011 كان عندنا حكومة كان عندنا حكومة إلهم فيها 11 وزير وكان عندنا حكومة مش بس إلهم فيها 11 وزير كان كل جماعة اللي تسمى 14 أدار خارج هذه الحكومة مش هيك؟ لا ما عملوها؟ مين منعون يا خي مين منعون؟ هاي الخبرية ما حدا يخبرنا خبار إنه ساعة بيقل لك جاء قهواجي وساعة بيقل لك طيار المستقبل وساعة أنت كنت حاكم أنت كنت حاكم ركب الحاجز على الحدود هايدي هن عندو نيها شطارة إنه بس يكونوا حكمين كل المنيح لهم أصلا شو قلش منيح شو عملوا بس حاكموا منيح بس سميلي شغلة وحدة من سنة 88 لليوم بس قللي شغلة وحدة منيحة عملوها غير حكي وتفنيس عن الناس بعتقد ولا شغلة منيحة نعمل ولا يمكن مش ممكن مش ممكن عماد عون ومنيح مستحيل ما بيلتقوا مع بعضهم مستحيل أبدا لا إيه لي سأسمي لي حرب التحرير يعني هايدي هايدي قمة قمة الإيجابية هايدي وقمة وقمة قوة يعمل فالحان السيادة وقتا يمكننا فاللي أنت اليوم عم بتدافع عنا أول شيء أنا اللي بده يدافع عن السيادة بده يدافع عن السيادة لمبدأ السيادة مش طايع مرأي جمهورية نعم هاي إنه هاي السيادة كانت دخلك كانت 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 بوقتة منتهكة لأنه كان فيه جيش سوري بلبنان وكان فيه سلاح غريب بلبنان وكان القرار طبع الدولة اللبنانية مش موجود بإيد العماد عوني اللي جرب يسترده وكانت السيادة منتهكة لأنه كان فيه ميليشيات اليوم شو هو رأي جمهورية شو ما في شيء وين إنه هوا كلهم اللي كان عبي يخبرني إياههم وين اللي عبي يخبرني إياههم توحيد البندوقية نزع السلاح الغير شارع وكل إما تلومني كل إما تلومني إذا ما بده تشوف ابنها تقل له يروح على الجيش مش هيك نعم هلأ صارت إنه المقاومة ضرورة وسلاح حزب الله ضرورة والجيش اللبناني ضعيف وما بيقدر يستغني عن عن سلاح المقاومة قبل ما فوض بالملأ في الحكومة السيزة نوفال برقية من الوزير بسيل وبرقية من الرئيس عون لتحنئة الأسد بالامتصال إن الطيور على أشكالها تقعوا لاش هالبرقيتان بالسياسة ليه تحضير الأنتخابات الرئاسية تذكر تذكر شو اللي صار بالسابعة وثمانين تمانا وثمانين وتذكر شو اللي صار بالألف وتذكر شو اللي صار بالألف وقت انتخاب العماد عون شو طلعنا بنظرية إنه حلب رح تسقوط المحور الإيراني ربح قومه تنجيب ميشيل عون هون يا خي رئي جمهورية خلاص خسرنا مشاهي النظرية اللي كانت دراعهم له التسوية فيها عظيم اليوم زيت الخبرية هلأ طالعنا بنظرية إنه بشار الأسد ربح ربح شو ربح شو بشار الأسد باقي بموقع اسمه رئي جمهورية ما بيمون على شيء قدام الأسر الجمهوري الإيراني أخذ شأفي من سوريا والتركي أخذ شأفي من سوريا والأمريكاني أخذ شأفي من سوريا والروسي أخذ شأفي من سوريا والإسرائيلي أخذ شأفي من سوريا وهزب الله أخذ شأفي من سوريا وبعد فيه شوية منظمات إرهابية بمناطق البادي وبمناطق الجزيرة أخذين أخذين شأفي بالآخر بيقول لك رئيس الرئيس السوري رئيس شو رئيس شو بس يوصل الوقت اندفع حقه من قبل الامريكان ومن قبل الاوروبيين ومن قبل العرب بيقبط حقه الروسي وبيبعته على البيت خلصيت الروسي مخليه لشو ضماني لاني بدي بيها ويشتري انه كل قصته هلأ شو هي انه عندي هالشاب الحلو للباية ما حدا عم بيشتري خليه لكيه طيب هون يعني شو تهيأ له الرئيس ميشيل عون والوزير جبران بسيل بموضوع انتصار الهمايوني تبع بشار الاسد يعني نحنا يمكن نحنا وكوريا ويمكن شي دولة او دوتان بكلها الكون لهنو بشار الاسد نحنا كنا على رأسهم برئيس التيار الوطن الحر هي هي المشكلتنا يعني شو تهيأ لهم شو فاكرين في يعمل بشار الاسد يرجع لبنان انا وقت اللي بقول انه ما في الا حل للقمة العيش تبعنا الا بالسياسي وإلا بيعادة تموضع لبنان السياسي على المستوى الخارجي بالمطرح اللي لازم يكون موجود فيه حي ما عم بحكي كيف ما كان انه رئيس جمهورية لبنان ووزير خارجية سابق ورئيس حزب طويل عريض وما بعرف شو بدهم ينقذوا لبنان من قزمتهم الاقتصادية وهني مرهنين على اوروبا بتقوم اوروبا بتعتبر ببيان عن الاتحاد الاوروبي انه هذه الانتخابات بسوريا مهزلة وما الاعازة بتقوم انت بتبعت برقية بتقله سدد الله وخطاك وبدك انت تقله للأوروبي كيف يساعدك وبدك انت تقله للعربي كيف يساعدك واخر خبرية بيقلك ايها ايه ما هو السعودي جاي اجا لعنده عم بيتفاوض هو اياه وعم بيعمل وبيسوي وبيطلع وبينزل اخي ما فهمت انه انت المعلومات اللي عندك ايها جرب اصرف لنا ايها بشي مطرح من المطارح يعني انه وقت لطلعت هيدا البيان هنك السعودي على موقفك انك انت تقربت من بشار الاسد متل ما هو عم يتقرب هنك الاوروبي على موقفك انك انت عم تتقرب من بشار الاسد متل ما هو شايف الواقع السياسي اكيد لابا وهون نرجع منقول ما حدا طالب نكون ملحقين لا باوروبا ولا بالعرب ولا بامريكا ولا بروسية ولا بالصين ولكن مطلوب نكون على الاقل الحاكم شو دوره الحاكم يعرف يرسم سياسات تحفظ مصلحة بلاده انت مصلحة بلادك وين اليوم انك تتحالف مع رئيس دولة جعاني مجوع شعبه بس انه بالاخر يعني هاي النكلي اللي طلعت جمعة الماضي على السوشيال ميديا انه شفت انه وزير شو نقيب مستوردين نفط غدا صباحا تبدأ البواخر بافراع خمولتها من البنزين وزير النفط السوري غدا الساعة اربعة يمكنكم تتعبئة خزاناتكم في سوريا انه بالاخر ما هادي هادي الرسالة اللي بعتوها هادي بتعكس طبيعة العلاقة القائمة من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة بين هادي المنظومة وبين بشار الاسد وما حدا يقلنا كيف عم نجوع بلبنان ما حدا يقلنا كيف عم نجوع انه انه المعلومات الموسقة اللي طالعة انه البنك المركزي خلال اول خمسة شهر من سنة الالفين وواحد وعشرين من واحد واحد لغاية اخر شهر خمسة وصلوا في واتير دوا بقيمة مليار وثلاثمية وعشرة مليون دولار صحي ايمت كل مستوردات ايمت لا 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 ايمت كل مستوردات الادوية بالالفين وعشرين على مدى 12 شهر مليار وميتام مليون كل السنة مليار وميتام مليون السنة اول خمسة شهر مليار وثلاثمية وعشرة مليون خي وين راحت هادي المصاري وين راحت هادي الأدوية كيف ما حدا بيسأل كيف البنزين خي هذا البنزين لوين عم بيروح المزوت لوين عم بيروح استاذنا فالتب يعني شو مستفدين بشار عم بيستفيد منهم هني شو مستفدين قادر خليهم بالسلطة بشار يا استاذنا لا بس ما هني بشار هو أداة مثلهم بمشروع أكبر هو مشروع إيراني بشار ما هني إنه بالآخر ليش قلتلك إن الطيورة على أشكالها تقعوا بالآخر إذا في سبع محبوسين بغرفة معينة بيصيروا أصحاب بين بعضهم هلا اللي حبسون أو اللي مشغلون هو أكيد ما بيقعد معهم استاذ نوفل يعني بموضوع الإقليمي وخاصة بالموضوع السوري عندما يجتم رائحة تقارب سوري سعودي بتتوجه الأنظار لكم أنتوا السياديين حضرتك وفرسعيد وكل المجموعات السيادية وحتى الأحزاب في المعارضة اللي دايما تحكي بيه موضوع السيادي وهم شفتوا بس بلشوا السعوديين والسوريين يحكوا مع بعضهم نحنا سكتنا نحنا سكتنا أنه بالآخر بالآخر نحنا على الأقل أنا أول شيء هيدا الشيء من ناس أول شيء قريب مع الشيء من هود الناس هي مشكلة وين أنه بيعملوا عليك حرب نفسية وبكل أسف في مجموعة ناس بتصدق الحرب النفسية وفي مجموعة ناس بتستغل هذه الحرب النفسية تتظهرها حقيقة وما بتكون هي اللي خايدة الحرب بتكون هي عملية المستهدفة بالحرب بس تستخدم تستخدم هذه الحرب النفسية تتبرر تنازلاتها اليوم كل الكلام اللي عم بيقول عن تقارب بين سعودية وسوريا نعم مش هيك طيب مين قال إذا هالتقارب بالدسير رح يكون لمصلحة إيراني بسوريا مين قال مزبوط يمكن تكون يعني تضعف نفوز إيراني لمصلحة بشار الأسد خلينا نشوف كيف لمصلحة بشار الأسد لمصلحة سعودية خلينا نشوف كيف لمصلحة سعودية التقطة دي إنه نخفف نفوز إيران بها المنطقة إذا هادي يمكن إيه يمكن لأ خلينا نشوف بتحبزها إذا هاك مين بتحبز هذا التقارب إذا كان لتخفيف يعني وطأة النظام الإيراني بلبنان وسوريا يا صاحبي أولا هذه السياسات بتصير على مراحل لنفترض جدلا إنه السعودي عم بيعمل اللي عم بيعمله بسوريا هل هذا يعني إنه سيقبل ببقاء بشار الأسد على الحال اللي هو موجود فيها بقتل العالم وبالتدعيس فيه قرار عن مجلس الأمن الدولي بينص على كيفية إعادة نتاج السلطة بسوريا إنه من تحك إنه هل برأيك ممكن السعودي يمشي مثلنا نحن المجانين محاملين باللبنان ضد الإرادة الدولية وضد المجتمع الدولي بهاي دي دول هاي دي دول هذا السعودي هو جزء إن الجي توانتي أكبر اقتصادات بالعالم هو جزء من منظومة عالمية طويلة عريضة هو هو بالمرحلة الحالية من أقوى الدول العربية اللي اللي كلمتها مسموعة واللي بالآخر حبايتها ولا كرهتها إنه هي 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 جزء من صناعة في قرار السياسي والعسكري بالمنطقة إنه هاو دي الناس هاك يعني بالآخر إنه عظيم أنا بدي سلم جدلا إنه هذا كله خي آه راح ومشوا مع بشار الأسد ومشوا مع إيران واللي بدك إذا أنا مصلحتي بلبنان إنه ما تكون هاك ما بقاوم ما بالزمان الأمريكاني ما بيعني للسوري صحيح لا يومت حرب العرب لا وجهت لا وجهت لا وجهت بل قصة كله سوا ما يعملوا حجة ما يعملوا حجة نحن اليوم وقت لنطرح موضوع علاقات لبنان العربية عم نطرحها من منطلق سيادي وقت لنحكي بعلاقات لبنان الدولية وأن يكون جزء من العالمي عم نطرح من منطلق سيادي واقعي له العالمية وجزء من الدورة السياسية العالمية لأنه لأنه شيل كل شي عجنب نحن اللبنانيين تحديدا ما فينا نطلع من العالم لأنه موجودين بكل العالم نحن نختلف عن بقية الدول العربية يعني بأمريكا نحن عنا الجيل الخامس صار بأستراليا وبالبرازيل وبالأرجنتين وبكل دول الاغتراب نحن عنا جيل خامس من المتحدرين من أصل لبناني هلقدي نحن مرتبطين بالعالمة نحن عملنا العالمة نحن عملنا العالمة قبل ما تكون موجودة اللبنانيين بطريقة انتشارهم هن جزء من العالمة بدون بدون ما نوصل على العالمة اليوم كيف بدك يعني أنا كلبناني أقتش مع الأمريكان أو أقتش مع الأوروبية أو أقتش مع العربي أو أقتش مع الروسي يا خي اليوم أو حتى مع الصين لك في لبنانية عم يتعلموا صين ليقدروا يعاملوا العلاقات التجارية المطلوبة في في لبنانيين صارت بهذا الزمن يا خي كم لبناني مجوز روسي او علاقة المصاهرة مع دول بالاتحاد السوفيتي السابق انه كم لبناني موجود اكتر من هك مع القوات الدولية بجنوب لو شو عم بتقلولنا لو انا اخذيننا يا جماعة بعدهم بيخبرونا قصص عمره 150 سنة ما فينا نضل قاعدين هون الملف الداخلي اللي حنفوت عليه بسرعة استاذ نوفا للحراق الحاصل في ملف تشكيل الحكومة هل يعني جوهر هذا الخلاف هو عدم التواصل خلاف سياسي خلاف عقائدي ام هو خلاف على من سيحكم لبنان بعد عهد الرئيس خلاف على رئاسة الجمهورية المقبلة ما يجري اليوم ليس تشكيل حكومة ما يجري اليوم ليس مفاوضات على تشكيل حكومة ما يجري اليوم مفاوضات او محاولة للتفاوض على اعادة انتاج الصفقة الرئاسية اللي صارت سنة الالفان وستعاش بعناصر جديدة ومكونات جديدة واللي بيقل له غير هيك بتصور انه ما عنده معلومات او ما نعارف فعلا شو اللي عم بصير هلأني هلأ هلأ يقعد سعد الحريري وجبران بسيل وحزب الله يتفقوا على من سيكون رئيس جمهورية المقبل بيصير سعد الحريري رئيس الحكومة على ست سنين جايين وبيرجعوا الشباب وبيرجعوا الشباب ما في اشطر منهم وبيتفقوا على انتخابات بوقتها وبيعملوا اللي بدك ايه وبيرجعوا وبيعيدوا انتاج التسوية اللي عملوها بالالفان وستاش وبيخربوا لبنان اكتر منه خربا وسعد الحريري مستعد يفوت بهالتسوية كلهم بيفوتوا ببيت بيئ هلأ طبعا عم بيجرب يحسن شروطه عم بيجرب يحسن شروطه وسعد الحريري عارف انه اليوم ما في فوت على تسوية رئاسية هلأدي فيها فضايح بموضوع التركيب لانه اليوم هو كرئيس حكومة ممكن يسقط بأي لحظة من اللحظات بضربة شارع اذا عمل اي حكومة او اذا اعتمد لانه بالاخر السياسات ترسم الحكومة اذا اعتمدت اي سياسات اليوم خارج الارادة العربية والدولية او اي سياسات وضعت لبنان في مزيد من المواجهات مع المجتمع العربي شفنا حكومته كيف سقطت ورئيس الجمهورية السيد مروان اليوم خلينا نكون واضحين ما هو مطروح بالطريقة اللي عم بيلعبوا فيها الشباب بعدنا مشين انه تركوا السيادي عجنب وتركوا خلونا نفوت بلعبة محاصصة جديدة وهذه المحاصصة جديدة مندفع حقها شوية رشوي للناس بموضوع البطاقة وما بعرف شو هي وكذا يعني بيردونا على قصة قبل الانتخابات الماضية بتتذكر التوظيفات اللي عملوها وبتتذكر سلسلة الرتب والرواتب اللي عملوها واللي بدك ايه اليوم عم بيرجعوا يعملوا نفس الطريقة ولكن الخطورة باللعبة وين انه اللي عم يعملوه الشباب هالمرة هني رح ياخدوا سلطة او عم يجربوا ياخدوا سلطة بالمقابل عم يبنوا اقتصاد المساعدات والاعاشات مش اقتصاد الدولة التي المتعافية التي يمكن لشعبها ان يعيش بشكل حضاري وطبيعي متل ما تعود الشعب اللبناني انه يعيش اليوم نحنا اللي عم بيقلولنا ايه انه اه انتوا واعين بأزمة كل سيارة لبنانية بيطلع لها ثلاثة انكات بنزين تنفطرت بالشهر وكل عائلة بيطلع لها خمس ربطات خبز وكل عائلة بيطلع لها خمس كيلو سكر وثلاثة كيلو رز واربع كيلو عدس هيدا اللبناني مع احترامي لكل شعوب العالم لبناني ما في عيش متل غير شعوب العالم لانه بالاساس هو مش هيك وبالاساس تركيبته مش هيك وبالاساس المعطيات البنئ ده وعناصر حياته وعناصر مكونات بلده منها هيك هن اخدينها هيك لحتى ما نحسبهم بالسياسة السنزافر رح نرجع نفوت شوية على موضوع اللي كنت عبتحكي عنه انه المشكلة اليوم ليش مشكلة تشكيل حكومة بل من سيحكم لبنان ان من خلال الحكومة بعد انتهاء العهد او من خلال انتخابات رئاسية بيجي فيها من يريد جبران بسيلا اليوم هل القوة السياسية التي انتجت تسوية الرئيس عون هل مستعد وبعد ما جربت هالتسوية وبعد ما شايفت شو صار فيها هل مستعدة ان تعيد الكرة بشخص يمكن يكون اا اقوى من الرئيس عون بيعناده وبتعنته وبالشغل السياسي هل سمية فرنجية بينتخب جبران بسيلا ايزا حزب الله قاله ايه العظيم الاشتراك ايه كمان المستقبل كمان القوات يمكن لا وحركة امل بيمشو بيمشو اذا جبران بسيلا حزوزه مني حلال رئيسة ما اذا حزب الله بدو اه طبعا حزب الله بدو طيب هون لا لا مش طبعا طبعا هون السؤال الاساسي حزب الله من يفضل سامية فرنجية ما معرف حزب الله ناطر اليوم في مفاوضات بي فيينا عم بتصير في انتخابات رئاسية بيران ايضا اا في معطيات اقليمية لها علاقة بالسلام والتطبيع مع اسرائيل والعلاقة بالتداعيات اللي صار بغزة العلاقة بتركيبة الحكم بقلب اسرائيل ايضا وإلى ما هنالك كل هايدي العناصر عناصر مؤسرة في القرار بالنهاية ولهالسبب انا بعتقد انه نحن نرقين بحالة من انعدام الوزن السياسي من هلأ لست سبعة شهر على الاقل ما رح فينا نكون فيها فعلا عم نعالج بشكل بشكل حقيقي وجد المشاكل الاقتصادية والسياسية اللي عم نعيشها لانه ما حدا حساباته محلية ما حدا عم يجي يقول شو هي السياسة الخارجية اللي لازم يعملها لبنان لانقاذ نفسه كله النطرين شو هي السياسة الخارجية اللي بدأ تعتمدها ايران وشو هي السياسة الخارجية بتعتمدها اسرائيل وشو هي السياسة الخارجية بتعتمدها اوروبا وامريكا بالتعاطي مع المنطقة ما حدا منهم قال انا بلبنان ما هي السياسة الخارجية التي تناسبني ومن هم الحلفاء يلي يلي بيخدموني بهذه المرحلة ومن هو خصمي كمشروع سياسي تجرب حزره اكتر شيء ممكن هذا الفرق وهذا هذا جوهر المشكلة اذا حضرتك بتعتبر انه جبران بسيل بعده وضعه ما كتير يعني سيء او ما كتير متبحش انا برجع لالالفان واربعتاش كنتك انا برأيي يعني كل هالشي اللي مرأ بالالفان واربعتاش اذا بتاخد بالالفان واربعتاش والفان وخمسة عشر شو كانوا الفرقاء السياسيين عم بيحكوا عن بعضهم وشو كانوا اللي انتخبوا ميشيل عون عم بيحكوا عن ميشيل عون وكنا معتبرين انه هذا الكلام اللي عمين حكى بميشيل عون ميت سنين ما بيعمل رئي جمهورية بلاحظة ان الله حزد كلهم برروا وكلهم صاروا بالنسبة لهم انه ميشيل عون هو الخلاص هو نسيح الاب وانه هني عملوا انجاز بتاريخ العالم ما احدا عامل مثله اكتر شيء سلوات اكتر شيء بكلهم بتون استثناء كلهم انه شير وليد جمبلات عجنبي اللي راح علي غسبن عنه ورئيس بري راح غسبن عنه اي بس انه بالاخر رئيس بري انا برأيي ما فيش اسمه رئيس بري رئيس بري هو حزب الله بكرافات في حسن نصر الله حزب الله بصاروخ ونبيه بري حزب الله بكرافات واحد قاعد ب بقاسة تانية واحد قاعد بمنطق بمكان سكن محصن امنيا وعسكريا واحد تاني قاعد بمكان سكن محصن دستوريا بس بالاخر الهدف تبعهم هو ذاته هلأ بتقلي الرئيس بري اذا بيحس انه بلحظة من اللحظات حزب الله ضعف هو ما بعرف شو بيعمل انا ما براهن على قصص من هالنوع لكن انا بشوف انه اليوم في هادي الخمسمائة ليرة الحجر نعم لو وجهوا قفة طروا نقشي بسيش ذاته خمسمائة طروا نقشي طالما يعني وهو دي انا اللي بسميهم السناء الايراني هن البعض بيقول السناء الشيعي انا مبقوا سناء الشيعي استجناف فلطانما انت يعني عم بتقول انه المتغيرات داخل هزي الطبقة السياسية بعد على ما هي كانت يعني من الفان واربعتاش والالفان وخمستاش هل الوضع والمزاج الشعبي اللبناني بعده على ما هو عليه او هناك تغيير ما ننتظره فيه انا بدون ادنى شك ما فينا من راهن على التغيير وما فينا ما نشتغل للتغيير انا اللي بخاف منه شغلي وحدي فقط هو تجويع الناس لاجبار الناس على التفكير بلقمة العيش وتحويل انظاره عن حق عن حقوقها السياسي وانا هون بدي اتوجه للناس وقول بعرف انه بعرف الجوع اللي صاير بالبلد بعرف الوجع اللي صاير بالبلد بعرف الازمات اللي عم نعيشها وبعرف نكبات العيال اللبنانية قد ما بدك تقول ولكن انا بدي اقول ما بيجوز اذا بدنا نعالج كل هالقضايا ما بيجوز نستسلم وما بيسوى نستسلم وما بيسوى نقول نحن عنا اختصاص اسمه كيف ناكل ونشرب وننام وخلوا السياسي لغيرنا انتوا اللي بتصنعوا السياسي انتوا اللي ما تقولوا انا ولا ما بروح انتخب الا ما يعطوني 100 الف ليرة او 100 دولار او ما بعرف شو ما تقولوا انه انا انتخبتوا شو طلعلي من الانتخاب قبل بمرة واللي بتكون ياه انتوا يا شعب لبناني عليكم ان تقاوموا اليوم متل ما قومتوا الحرب والمدفع بايام الفلسطيني بايام السوري وحتى بايام الاسرائيلي واللي بدك ايه ما بيجوز اليوم بتستسلموا امام هذه المنظومة التي تحتل قراركم السياسي وتحتل عقلكم وتحتل بيوتكم وتقضي على مستقبلكم وبتزور تاريخكم وهويتكم وحضارتكم ولي بدكم ايه وعا تقبلوا وتستسلموا لها هيدا تمنيك لا مش تمنيه هيدا شغل هيدا شغل هيدا عم نشتر هل بتعتقد انه يعني بعد ثورة 17-20 وبعد هالوضع يعني المقساوي والازمات الصحية والاجتماعية اللي نحنا فيها هيدا الزل اللي عم نشهده كل يوم يا استيزنا هل هيدا الشعب اللبناني اللي يعني ولا مرة كان يعني خضع للزل وخضع للإهانة متل ما هو خاضع اليوم ما رح يغير هود اللي موجودين عنا واللي ينبهدليننا هلا اهم من الاتحاد السوفيتي اكيد لا خلصي خلاص بس قريبا خبرنا مش خبرنا المقول اللي برددها دايما انه الشعب اللبناني ناس مجموعة ناس والسياسي تاريخ صحيح التاريخ لا له قلب ولا له معدة الناس الى قلب و الى معدة بتحس وبتجوع التاريخ لا بيحس ولا بيجوع ولكنه مساره للتاريخ واضح واضح عنده صحيح يعني بلى قلب صحيح وبلى معدة صحيح بس ما بيرجع لورا ما بيرجع لورا هلا بتقلي انه مين بيعيش فينا تيوصل ويعيش المرحلة عودة الازدهار ويعادة بناء لبنان بقلك انه ان شاء الله الامور ما تكون باجيال وبطبيعة الحال ما حدا بيتمنى تكون باجيال ولكن عمليا هذا المسار لا يمكن ان يستمر نحن اليوم ماشيين بعكس السير ما في ما في شعوب ما في دول ما في عالم تمشي بعكس السير حتى لو مشيت ببعض مراحل تاريخية أصيري بعكس السير التاريخي بيرجع بيصحح المسار وترجع الامور الى مسار الطبيعي انا باعتقادي انه رغم كل اللي عايشينه اليوم رغم كل اللي عايشينه اليوم مش صحيح انه انه الامور مرشحة انه تبقى لفترة كتير طويلة هلا طبعا هنا عم بيشتغلوا وهي هي طول الفترة وقسرة بشو مرتبط مرتبط بقداش بتفقد مناعتك كشعب استاذنا في المدى جدية يعني استقالة التيار وطنين الحرم من المجلس النيابي ومن ثم طلحق القوات مجبرة تعرف شو اللي عم بيجربوا يعملوا هلأ اللي عم بيجربوا يعملوا هلأ هو التالي انه لاش نعطي سنة في وجود نظر بتقول لا نعطي سنة لهالمعارضة وتوحد حالها وتضبط امورها وإلى ما هنالك ولا بهالسنة ممكن يخلق متغيرات اقليمية ودولية تنعكس سلبيا على الوضع يعني اللي عم بيراهنوا علاه انه السعودي وبشار والسعودي والإيران يمكن تقلب عليهم انه تعود تنعمل انتخابات هلأ بهيدي الظروف المعارضة مشجاهزة الناس جعانة ظروف الاقليمية والدولية هذا اللي عم بيفكروا فيه المنظومة كلها او فئة منها فئة منها فئة منها يعني هلأ يمكن واحدة من التسويات اللي يحكوا عليها بكرة انه حكومات وحيق لانتخابات نيابية لا لا انا بقول في شغلة اذا لحقو وصلوا لتسوية بيعملوا لك شك بالقصة كيف نعمل بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري حكومة نجيب بيقاتي رحق على انتخابات بعد خمس ستة شهر كانت بموعدة وإلى ما هنالك اليوم اذا وصلوا لتسوية معينة وانا هيدا اللي بحذر منه انه يكونوا باسم ارضاء الشعب اللبناني يكونوا عم بيصبوا فخ للشعب اللبناني بيعملوا استقالات سريعة هلا بيقلك اه من شكل الحكومة او هادي الحكومة الحالية تتعهد انه ما تترشح للانتخابات وكذا وخبريات ومنروح بنعمل انتخابات خلال فترة الستين يوم اه اللي جاي لحتى يكون عنا مجلس نواب وهذا المجلس نواب بينتج عنه حكومة جديدة اه بس انه طيب استيز نفل يعني هدا سيناريو وهكي الطيار بيكون كمان افقد الرئيس الحريري وراءة التكليف من ايده السيناريو التاني هل من الممكن ان تؤجل الانتخابات النيابية الممكن لك مع هادي مع هادي السلطة اللي موجودة كل شي بسي هادي السلطة ما تفكر الدستور شو بيقول والمنطق شو بيقول ومصلحة الشعب اللبناني شو بيقول وكزا انه اذا لديه السيناريو الانتخابات تحت ايزاري احب تتأجل هنه نعم خيشو بعرفني انه هلا اول شغلي مخترعين لك لا لا انه مارتج اول شغلي مخترعين لك انه مساق بوقت الانتخابات بشهر رمضان المبارد هي اول شغلي هلا هلا بلشوا يحكو فيه انه في تأجيل تقني بالدوسير لانه اول شي النيابية والبلدية مساق بين مع بعضون وبلشنا النقاش هلا بتبلش بالبلدية ولا بالنيابية ولا بالنيابية قبل ولا هايديك ييه وبعدين تبهوا هن اتنين سوا اكلين الضرب لانه جاي جاي رمضان وجاي كذا وخبريات بلشت وبلشوا يحكوا جديا بتأجيل تقني بالموضوع وبكرة بتأجيل التقني بيوصلك لمطرح انه كمان بيقلك بكرة انتخابات نيابية ييه وبعد بس تخلص انتخابات نيابية بجمعتين ثلاثة بكتعمل انتخاب رئي جمهورية وكيف بدك تفوت بهذه القصة وكيف بدك تعمل هل يستطيع احد ان يعني داخليا او خارجيا ان يردع هذه المنظومة من تأجيل هذا الاستحقاق الديمقراطي لعم بينتذرون الناس بكل صراحة استاذ نفل لانه اذا كان هناك من تغيير لابد منه بعد ثورة سبعتاشر هادي المنظومة هادي المنظومة بدك رأي اذا عملت انتخابات ولا ما عملت انتخابات اذا اا عملت حكومة ولا ما عملت هذه الحكومة هذه هذه المنظومة ساقطة ها حيجدت بدك من يشيلها هن شو عم بيجربوا هلا عم بيجربوا يجوعوا الناس لحتى الناس بدل ما تشيلها الجدة وتكبق ما بعرف وين الناس تروح تقول خليها الجدة مستوطة بس انا بدروح ايكل اشرب وناب محمطة انه هادي الناس ما بينتجوا حل هادي الناس بينتجوا ازمات يعني اا الطبيعي يصير انتخابات اذا هن بدون ينظموا انتخابات بتحول الانتخابات من حل لازمة لمشكلة اذا الطبيعي انك انت اذا هاود الناس هن يشكلوا حكومة بتبطل الحكومة حل بتصير الحكومة ازمة هادي المشكلة اللي عايشينا استاذ نوفل يعني تحدست كتير عن موضوع الجوع عن موضوع الفقر على ابواب الانتخابات النيابية هل تعتقد انه يعني منهجية شراء الزمم والنفوس اللي كانت بتصير باللبنان ومعتديني عليها تكتر كتير على اللبنان كمان مش على الدولار ازا رجعوا جيبوا شوي من مصرياتهم اللي هربون لبرة وبلشوا بطبيعة بطبيعة الحال يعني بتصير مسلا عمبلك هلأ هلأ مليون دولار بيعمل لك خمسة عشر مليار ليرة هلأ خمسة عشر مليار بيجيبوك نايب هلأ اول ما اول ما قبل ما فتت عاستوديو كنت عم بسمع جبران باسيل عامل مؤتمر صحفي قال هو مع انه البطاقة البطاقة التمويلية تكون لكل اللبنانيين كلهم يعني ما بلاشنا رشوي هلأ صحي ما بلاشنا رشوي خي ما بدي بطاقة مليار ردلي اقتصادي ردلي الدورة الاقتصادية مكانة خي ما بدي مصري هلأ انتبه انا بموضوع المصاري كمان الناس هلأ فائت على شغلي هالدولة اللبنانية تاريخيا شغلتها تسرق الناس وتصادر املاك الناس انا بقل لك شغلي اليوم كنا قاعدين عم نحكي تعمل الدولة هيك وتاخد مصرياتنا من البنوك قلت له بكل بساطة خي نسيت انت اذا كان عندك خمس شقق الدولة اللبنانية من سنة 1960 لليوم مصادرت لك شقق انت وبتمدد قانون الاجارات وبتفرض عليك انه المستأجر اللي عندك يضل يدفع لك ميت ليرة بوقت بدت حملك انت مسئولية غياب سياسيتها الاسكانية لقل خي ما بفهمت انه انه ناس نسيت انه كانوا مقاشتين اللي عنده بناي مقاشتين وبنايته شو الفرق بين يقاشتك بنايتك ويعطيها لناس حق انه الطبيعي يسكنوا بس حق بس واجبات الدولة تعملوا السكان بس الملكية وبعدها لقلك البناية موجودة اي بس هبطت اما هون وديع لا فصل لقلك الاني موجودين لا لا اول شي لحقلك شغل البناية اللي انا عمرت بال1960 هبطت وشفت بالاشرفية كم بناية هبطت وحطوا الناس بالحبس اصحابها لانه ما رمموها مش هيك واليوم مصرياتي انا بالبنك صار فيهم متل ما صار بالبنية عم بيقشتوا عم بيخلصوا الى ما هنالك متل ما متل ما مصرياتي بالبنك طاروا طارت بنايتي بالاول بالقبل بس ما منحكي اذا طاروا مصرياتي انا ما عم برر بس انا عم بللك هيد الدولة شغلتها ومشغلتها بالاخر انها تسرق الناس شغلتها ومشغلتها كل دول العالم بتعيش على ضرائب الناس بس ما بتعيش عملكية الناس معقول استاذ نافل يعني انت بعرف انه ما كتير يعني بتحبز الهجوم على حاكم مصري في لبنان بتعتبر انه ما انه هو المخطئ الوحيد او الخطأ مش كان كبير عليه خطأ على السلطة السياسية اللي استدانت من المصارف عبر الموازنات وعبر كل هالسنوات ولكن تعتقد انه معقول يوما ما ترجع ودايه عن الناس شو خاص حاكم مصري في لبنان وحده ما مش عامل لك ودايه عن الناس بترجع بحالي ما كانش فيه يوقف يا استاذ نوفر انت اليوم توقف بتقلي السيادي هاك وها هاك وها هاك هو ما كان فيه مفروض يوقف كمان انا بدي حاكم شخص عظيم بحاكمه بقل لك مش عامل لك حاكم شخص لازم علقه باجراه مش هيك بس فل هذا الشخص بيوم من الايام بده نجيبه التاني يقوله لدفاع انا شو شو متجتي انا اخي انا عندي مشكلة شخصية انا بقل لك مين عنده مشكلة مع حاكم مصري في لبنان شخصية بده يعمل رأي جمهورية ولا عم تنافسه مع بعضهم عليها انا ما عندي هالعقدي انا بشي بقول ايه اكيد علي مسئولية بدون ادنى شك بس انك تقول انا حسابته وحكمته وشلته من محلوق لك دانت استاذ مرون خليني اعطيك مثلا اوروبا بين 2008 وال2015 مرأت اربع دول اوروبية بازمات من بورتوغال واسبانيا واليونان وابروس فيش حدا تشك على حاكم مصرف مركزي بهذه الدول لا مين اللي تحاسب بالانتخابات وبغير وبالاستقالات مش الحكومات مش الحكومات عظيم هلا بس صار هيك والاحزاب السياسية عظيم والاخر بس صار هيك شو صار الحاكم اللي موجود قدم استقالت وفلع البيت طيب بالمقابل ايران فيها ازمة فنزولا فيها ازمة تركيا فيها ازمة سوريا فيها ازمة لبنان فيها ازمة مش هيك بين فنزولا وتركيا وايران وسوريا بظرف سنتين في دول مغيرة اربع حكام مصارف مركزية مبارك بتركيا غير محلت مشكلتهم شي نا هزا ما ندحك عن الناس انا حاكم البنك المركزي لا معيشني ولا اني انا مساهم ببنك ولا عندي مصرف ولا عندي شي بس بالاخر انا متل ما بموضوع السيادة جيت عم بقول ما تاخدوني على الصغيرة الصغيرة ما بتنحل الا بالكبيرة بالموضوع المالي بلبنان عم بقولك ما تاخدني على الصغيرة الصغيرة ما بتنحل الا ما تنحل الكبيرة شو هي الكبيرة بالموضوع المالي. احنا ليس صار فينا هيك. بكل بساطة. لانه بطل عم بيفوت دولارات عالبلد. صار عم بيطلع دولارات. بلا بدون ما يفوت. ازا شلت رياض سلامي اليوم وبعدته عالبات. او حطيته بالحبس او عملت فيه اللي بدي اعمله. رح يرجع يفوت دولارات عالبلد. اكيد لا. اوكي. عندي مشكلة اليوم بمئة مليار دولار صرفتهم الدولة اللبنانية. بدي مئة مليار دولار بدالهم. ازا بعدت رياض سلامي وحسابته. وحكمته. رح يرجعوا لي المئة مليار. اللي برجع لي المئة مليار. انه يرجع لبنان جزء من المجتمع العربي والدولي. انه المجتمع العربي والدولي يقرر انه هذه الدولة المنكوبة. بدي اعمل له مشروع مرشال. متل اللي نعمل بعد الحرب العالمية التانية لاوروبا. لحتى توقف هذه الدولة. بس هايدي ما فيوني يعملوها. يعني اوروبا ما اخدت مشروع مرشال بعد الحرب العالمية التانية. الا ما أخذت خيار سياسي واضح بالتزام النظام الديمقراطي والالتحاق بالمنظومة الغربية اليوم السؤال أنت مطلوب أنك توقف على إجرائك بالاقتصاد ما رح فيك توقف على إجرائك بالاقتصاد إلا ما تقرر لنفسك هوية سياسية واضحة بالانتماء إلى هذا العالم الذي تمثله الذي يمثله نظام العالمي عظيم بي يعني سؤال أخير على هامش يعني من مطرح ما خلصت استاذ نوفل إلى متى سيقع حزب الله حاكم لبنان وناظم الحياة السياسية فيه والمنظومة الاقتصادية والمالية يحكموها أيضا بالدرجة الأولى لوقت اللي الشعب اللبناني يقول ما بقى بدي هادي الشغلة وبكل أسف قبل ما ينفذ أول خطوة قبل ما ينفذ ما حدا يزتني قبل ما تقلي قبل ما تقلي قلي كيف أنت ما اقتنع عنه هاي المشكلة ولا لا يوم اللي بتقتنع بهاي دي وبتنزل بتقول بينزل ميتان ألف بني آدم أو خمسمائة ألف بني آدم عالطريق مثل ما نزلنا بالألفان واربع عشر قلنا ما بدنا جيش بلبنان إلا الجيش اللبناني ألفان وخمسة ألفان وخمسة عفوا يوم اللي بينزل الشعب اللبناني خي في شغلة مش طبيعية أنه أنا قلت بعد انفجار مرفق بيروت خلاص تاريخ جديد بدون كتب لبنان خي بفهم واجع الناس وبفهم ألم الناس وبفهم اللي بدك إيه بس الناس ما نزلت بعد هذا قلتوا حلوا عبيوتكم متل ملازم لاش هل بناش ضيب خي الناس تعبد كمان حرام يعني ما فينا النوم كفي للسؤال إلى متى سابقا حزب الله تنعمل ألفان وخمسة عشر طبعا إلا شعب لبناني يقوم يقول أو ننطر ننطر الفرج الخارجي وأنا مقتنع أنه مش صحيح أنه الشعب اللبناني غير قادر على التأثير في القرارات الخارجية القرارات الخارجية تبدأ بقرار من الشعب اللبناني وبأنه الشعب اللبناني حط الخارج قدام الأمر وقع وما يخلي حزب الله يحط الخارج قدام الأمر على أمل أن تكون هناك انتفاضة استقلال وكرامة وسيادة جديدة السيزة نوفل بالألفين واثنان وعشرين ليش خيب بعدنا بالألفين واثنان وعشرين بأولا بعدا غدك تحسب لماذا بدنا ننطر لألفين واثنان واثنان وعشرين هم بالنسبة إلهم عم يتصرفوا هاي الشعب اللبناني بأي لحظة فيه ياخد قراره ويمزل على أمل أن يالسايكس غدا الشعب اللبناني استيز نوفل الله يخلي ويعني عن جد نكون بانطلاقة جديدة من الحرية والكرامة والسيادة اللي هي بتجيب بحد زيتا الاستقرار إلى لبنان بشكرك على أهل مشاركة بحلقة منشاة المساء وبشكر استيز جوزيف كريم الذي كان على تنفيذ هذه الحلقة كان من وراء المايكروفون مرون ألدو